والدعاء والأيام المباركة الفضيلة والدعوات خير أيام الدنيا يا أبو نايف خير أيام الدنيا هذه الأيام الأيام العشر قال العلامة العثيمين رحمة الله العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان وقال هذا علمها عند العلماء أما العوام فيفتقدون هذا العلم وهو الصحيح أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب وخير عند الله سبحانه وتعالى من العشر الأواخر في رمضان فنغتنم صوم العشر الأوائل من ذي الحجة ونكثر فيها من الأعمال الصالحة نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم كلنا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وعنده كل شيء وعنده خزائن كل شيء خلقنا من العدم وصورنا فأحسن صورنا سبحانه وتعالى هو ربنا جل جلاله ونحن فقراء إليه في هذه الأيام يضاعف العمل فيها ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة العمل الخير والبر وبشتى أنواعه فالعمل الصالح في هذه الأيام خير من الأيام قلنا العشر الأواخر من رمضان وأفضل ما يقال فيها من التكبير والتهليل والتسبيح والتهليل يعني الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله بذاتها يعني من أجلها الله خلق الدنيا من أجل لا إله إلا الله لو توضع لا إله إلا الله في كفة والسماوات والسبع والأراضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله فنكبر دائما ونعلم أبناءنا وأولادنا التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وطبعا أدنا بسؤال على الهاشتاغ لعلنا نحرك الهاشتاغ شوي ما هو اليوم الذي يكفر السنة الماضي